وقف لإطلاق النار وخفض للعمليات العسكرية القتالية ضد ميليشيا الحوثي في المناطق الحدودية هذا ما آلت إليه عاصفة الحزم بعد خمس سنوات من انطلاقها العاصفة التي تعهدت باستعادة الشرعية من أيدي ميليشيا الحوثي باتت تبحث عن مخرج لوقف الحرب والقبول بها كواقع فشلت في تغييره خطوات البحث عن الخروج من الحرب بدأتها السعودية بتصريحات لمصادر مسؤولة بشرت بإمكانية القبول بالميليشيا كشريك سياسي قبل أن تذهب بعيدا وتعقد محادثات مكثفة غير معلنة معها لبحث سبل وقف إطلاق النار وفق مصادر لوكالة الويترز الوكالة أكدت أن الجهود السعودية بدأت أواخر سبتمبر الماضي بعد إعلان الإمارات نيتها الخروج من اليمن وترك السعودية وحدها تتحمل فاتورة الحرب وعلى الرغم من إعلان ميليشيا الحوثي قبل أشهر تقديمها عرضا للسعودية بوقف إطلاق الصواريخ وهجمات الطائرات المسيرة مقابل وقف إطلاق النار ورفع الحصار إلا أن الرياضة لا تزال قلقة بخصوص أمن حدودها التي تتعرض لهجمات متقطعة من وقت إلى آخر وهو ما تسعى إلى تأمينه التحركات السعودية الأخيرة الساعية للوصول إلى حل مع ميليشيا الحوثي دقت ناقوص الخطر لدى الشرعية المدعومة من الرياض حيث خرج مستشار الرئيس هادي عبد العزيز جباري محذرا من مغبة أي اتفاق مع ميليشيا الحوثي يبقي العاصمة الصنعاء وغيرها من المناطق الرئيسية تحت سيطرتها مؤكدا أن ذلك سيكون خطأا فادحا وسيأسف بشأنه السعوديون بشدة وعلى الرغم من التعهدات الكثيرة التي قطعتها السعودية للحكومة الشرعية بخصوص مواصلة دعمها لإنهاء الانقلاب كان آخرها أثناء توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي إلا أن التحركات على الأرض لا تشي بغير ذلك فقط بل وتؤكد أن السعودية في طريقها للتضحية بالشرعية أملا في تسريع وتيرة الوصول إلى حل مع ميليشي الحوثي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر